بناتي أبنائي مرحبا بكم نلتقي اليوم مع حكاية جديدة من حكايات السنة الثالثة ابتدائي ومع الوحدة الثانية الحياة التعاونية عنوان الحكاية أين اختفى كامل لكن قبل ذلك لاحظوا الرسوم جيدا ما توقعتكم لهذه الحكاية إذن سجلوا توقعتكم ولنستمع إليها جيدا أين اختفى كامل في قرية من القرى الجبلية توجد مدرسة يقصدها تلاميذ الدواوير المجاورة وفي منتصف السنة الدراسية اتفق الجميع على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية تحمس الأساتذة والأستاذات ونشط المتعلمون والمتعلمات وفي الموعد المحدد استعدوا وفي الطريق أنشدوا وما إن وصلوا حتى وجدوا أنفسهم في صحراء قرب شاطئ ذي مياه زرقاء عرفهم القائد على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه جمعوا قطع خشبية من الجوار وثبتوها بالمطرقة والمسمار ثم أضافوا فوقها بعض جريد النخل رأى القائد ما صنعوا وأثنى عليهم فتشجعوا تطوع بعضهم لطهو الطعام لكنهم لم يجدوا ولاعة لإشعال النار صاح حازم ما رأيكم إذا جربنا احتكا كالأحجار أجاب كامل بافتخار أنا من سيشعل النار في المساء شكرهم القائد على المجهود الذي بذلوه في طهو الطعام ودعاهم إلى تنظيم أمسية فمثلوا مصرحية وغنوا أغنية اتفق القائد مع كامل على لعبة تكون مفاجأة لجميع الأصدقاء في الغد حدث ما لم يتوقعوه بحثوا عن كامل فلم يجدوه كون القائد مجموعات صغرى وشرع الجميع في البحث وهم حيارا إلى أن وجدته إحداها داخل كوخ خشبي كان باب الكوخ مغلقا بقفل كبير ووجدوا رسالة تخبرهم أن مفتاح القفل موجود فوق جريد نخلة قال حازم عن أي جريد نخلة تتحدث الرسالة تناقشوا وأخيرا تذكروا جريد النخل الموجود على السقف لكنهم ما وجدوا سلما فتسلقوا أكتاف بعضهم حتى واصلوا وجدوا المفتاح ثم خلصوا زميلهم بنجاح فرح قائدهم وقال لا يعجز الناس إذا تعاونوا والآن بعد الاستماع إلى الحكاية أجيب عن الأسئلة التالية عما تتحدث حكاية أين اختفى كامل؟ نعم تتحدث حكاية أين اختفى كامل عن مجموعة من التلاميذ قاموا برحلة استكشافية وترفيهية إلى أحد الأماكن التاريخية من الذي نظم الرحلة الاستكشافية؟ نعم الأساتذة والأستاذات والمتعلمون والمتعلمات هم الذين نظموا رحلة استكشافية من الذي عرفهم على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه؟ نعم القائد هو الذي عرفهم على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه من الذي اقترح على الأطفال تجربة إشعال النار عن طريق احتكاك الأحجار؟ نعم حازم هو الذي اقترح على الأطفال تجربة احتكاك الأحجار لإشعال النار مع من اتفق القائد على لعبة تكون مفاجأة لجميع الأصدقاء؟ نعم اتفق القائد مع كامل على لعبة تكون مفاجأة لجميع الأصدقاء؟ والآن سوف نحدد عناصر الحكاية أين اختفى كامل؟ الشخصيات الشخصيات تلاميذ الجميع الأساتذة والأستاذات المعلمون والمعلمات المعلمات الآفة والمعلمات المعلمات القائد accelerator جميعين المعلمات القائد حازم كامل الأصدقاء مجموعات صغرى الأماكن قرية قرية قرى جبلية يه مدرسة دواور مجاورة أماكن تاريخية في الطريق صحراء قرب شاطئ مسكن جوار داخل كوخ خشبي فوق على السقف الأزمنة منتصف السنة الدراسية موعد المساء الغد الأحداث اتفق الأساتذة والأستاذات والمتعلمون والمتعلمات على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية وصل الجميع إلى صحراء قرب شاطئ ذي مياه زرقاء عرفهم القائد على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه تطوع بعضهم لطهو الطعام وشكرهم القائد على المجهود الذي بدلوه في طهوه ودعاهم إلى تنظيم أمسية اتفق القائد مع كامل على لعبة تكون مفاجأة لجميع الأصدقاء في الغد بحثوا عن كامل فلم يجدوه كون القائد مجموعات صغرى وشرع الجميع في البحث إلى أن وجدته إحدى المجموعات داخل كوخ خشبي كان باب الكوخ مغلقا بقفل كبير تعاون الجميع على إيجاد مفتاح القفل ثم خلصوا زميلهم بنجاح والآن سوف نحدد بنية الحكاية المقطع الأول من بداية الحكاية إلى قرب شاطئ ذي مياه زرقاء هذا المقطع يمثل بداية الحكاية السؤال الخاص به على ماذا اتفق الجميع وإلى أين وصلوا المقطع الثاني من عرفهم القائد إلى لجميع الأصدقاء هذا المقطع يمثل التحول الأسئلة الخاصة بهذا المقطع على ماذا عرف القائد التلاميذ وبماذا كلفهم على ماذا شكرهم القائد وإلى ماذا دعاهم على ماذا اتفق القائد مع كامل المقطع الثالث من في الغد إلى هذا المقطع يمثل المشكل السؤال الخاص به ماذا حدث لكامل المقطع الرابع المقطع الرابع من إلى أن وجدته إحداها إلى خلصوا زميلهم بنجاح هذا المقطع يمثل الحل الأسئلة الخاصة بهذا المقطع أين وجدت إحدى المجموعات كاملة؟ كيف كان باب الكوخ؟ كيف توصلوا إلى إيجاد مفتاح القفل؟ هل وصلوا إلى مكانه بسهولة؟ المقطع الخامس يمثل نهاية الحكاية بماذا شعر القائد؟ ماذا قال لهم في الأخير؟ والآن مع استثمار الرصيد المعجمي ذكرت بالحكاية مجموعة من الأشياء والأفعال والأمكنة والأزمنة سوف نستخرجها ثم نستعملها في جمل مفيدة من الأشياء التي ذكرت بالحكاية مياه قطع خشبية مطرقة مسمار جريد النخل الطعام الولاعة النار الأحجار مفتاح القفل نخلة سلم ومن الأفعال توجد يقصد اتفق تحمس أنشد كلف كلف رأى تطوع كون فرح تعاون ومن الأماكن قرية مدرسة صحراء شاطئ مسكن ومن الأزمنة موعد المساء الغد الآن مع شبكة المفردات لنأخذ على سبيل المثال كلمة شاطئ بالنسبة للمفردات المتعلقة بهذه الكلمة لدينا كمثال الرمال البحر الأمواج السفن والآن مع خريطة الكلمة لنأخذ على سبيل المثال الكلمة اختفى نوع الكلمة فعل مرادفها غابة ضدها ظهر تركبها في جملة اختفى الغزال بين أشجار الغابة والآن مع عائلة الكلمة ولنأخذ على سبيل المثال تعاون سوف نجد مثلا تعاون متعاون تعاونية متعاونة والآن مع استثمار التراكيب والأساليب والصرف أحول الجمل حسب الجدول البارحة اتفق الجميع على مشروع رحلة استكشافية الآن ماذا سنقول؟ نعم يجمع التلاميذ قطعا خشبية البارحة جمع التلاميذ قطعا خشبية الآن الآن ماذا سنقول؟ نعم يجمع التلاميذ قطعا خشبية البارحة تعاون الجميع على إيجاد مفتاح القفل الآن الآن يتعاون الجميع على إيجاد مفتاح القفل أملأ الفراغ بفاعل مناسب اتفق نقط على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية شكرهم نقط على المجهود الذي بذلوه في طهو الطعام تعاون نقط على إيجاد مفتاح القفل الجواب المقترح اتفق الجميع على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية شكرهم القائد على المجهود الذي بذلوه في طهو الطعام تعاون الجميع على إيجاد مفتاح القفل الآن أنتج جملا محكيا ما يأتي ما رأيكم إذا جرب نحتك كالأحجار؟ عن أي جريد نخلة تتحدث الرسالة؟ إذن سوف نستعمل الأسلوب ما رأيكم؟ ثم عن أي؟ إذن بناتي أبنائي هذا كل ما يخص حكاية أين اختفى كامل؟ شكرا لكم على المتابعة وحسن الاستماع شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة